اشتركوا في القناة وهو يتكلم باختصار عن تشكل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من الجذور إلى الظهور ويقع في أربعمائة صفحة من إصدارات الشبكة العربية وترجم ترجمة محترمة ذات جودة عالية على يد أمين الأيوبي وأصل الكتاب رسالة دكتوراه وكأغلب الباحثين في شؤون الجماعات الجهادية في الغرب يعملون مستشارين في وزارات الدفاع أو الداخلية أي الأمن وهذا يثبت أن في العمل المؤسسي الغربي لا يوجد شخص يبحث عن الحقيقة لمجرد الحقيقة بل ليقف عليها ويتصورها تصورا صحيحا ثم يحاربها على بصيرة ليحجم من آثارها ومن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لمحمود شاكر وأظن أن الأنموذج المثالي لدراسة الظواهر الإسلامية من تنظيمات وأحزاب هو إخضاعها للتحليل السوسيولوجي وهي دراسة بنية التنظيم من خلال تشخيص أعضائه اجتماعيا وهو معني بتحليل العلل الكامنة للسبب الظاهر فيقال إن فلانا انضم إلى الجماعة الفلانية فيفصلون ما بين الحدث الظاهر الإنضمام والدافع فيقال دعنا ندرس خلفية فلان الإجتماعية فنرى أنه حاول العمل وبقي عاطلا لسنوات وهذا ما دفعه إلى الانضمام إلى جماعة تنادي بالتغيير الشامل والجدري للأوضاع في المجتمع هو آمن بمبادئ الجماعة وتجدرت فيه ولا يزايد أحد على إخلاصه لها ولكن الدراسة تبحث العلل الكامنة وهذا الأسلوب وإن كان جيدا في التشخيص أحيانا إلا أنه أسلوب مادي يربط كل التصرفات بالمادة في غالب الأحيان فمثلا قد لا يتصور أن الإيمان هو السبب ودافع الحركة للوضع الإجتماعي أو النفسي وهذا تجده في كتاب جهاد النساء لماذا اخترنا داعش لفتح ابن سلامة وفرهاد خسر خاور فقد شخصوا أسباب انضمام النساء الأوروبيات إلى داعش سوسيولوجيا وسايكولوجيا فتضاءلت دائرة الدين وغدت وكأنها ردة فعل لا فعل بذاته دعنا نعود إلى الكتاب الكتاب وضع سؤالا عريضا في المقدمة لماذا حصلت الأحداث سنة 2003 بالضبط لا قبل ذلك وهذا التساؤل قد يكون مدهلا لتشخيص الحالة تاريخيا ثم يتفرع منه عدة أمور أي كأنها نقطة محورية والنقاط الأخرى ترد إليها فالكتاب تكلم عن مشاركة السعوديين في الجبهات الجهادية المختلفة أفغانستان الأولى البوسنة الشيشان تاجكستان ثم نحت مصطلحات لفرز الحالات عن بعضها البعض الجهاديين الكلاسيكيين هم الذين انضموا إلى جبهات القتال ضد محتل كافر لأرض مسلمة الثوريين الاجتماعيين هم الذين ثاروا على النظم في دولهم مثل الجزائر ومصر الجهاديين العالميين هم الذين آمنوا بمبدأ مقاتلة العدو البعيد قبل العدو القريب وقدموا أمريكا على عملائها وبعد فحص العينات وجد أن غالبية السعوديين هم من الجلس الأول الجهاد الكلاسيكي الذي ينادي بالذهاب إلى أرض إسلامية محتلة من قبل عدو كافر مثل الشيشان وأفغانستان والبوسنة ولم يكن أغلبهم يريد أن يقاتل حكومته الثوري الاجتماعي أو يقاتل أمريكا والنظام الدولي الجهادي العالمي ثم يرصد الكتاب كيف استطاع أسامة بن لادن أن يجذب من خلال التجنيد الطرف الأول ويجعله جهاديا عالميا والذي لا شك فيه أن مشايخ مدرسة الشعيبي والعيري وشبكات التجنيد لعبت دورا هاما في هذا فكانت هناك عدة نقاط لتحوير الاهتمام من الجهاد الكلاسيكي إلى الجهاد العالمي تتمثل بأن الشيخ بن لادن ومن معه يرون بأن أي دعم للطالبان من قبل المشايخ هو بالضرورة دعم لهم فكان دعم الشيخ حمود الشعيبي وغيره من العلماء والمشايخ للطالبان هي القنطرة للتجنيد فعندما يذكر أن الطالبان دولة إسلامية وتحكم بالشريعة قد يغري هذا بعض مريدي الشيخ الشعيبي للذهاب والعيش في أكناف هذه الدولة وعندما يذهب لابد أن يسأل أو يحتك أو ينضم مع العرب الذين هم من بلده وهذا يعني بالضرورة دخوله معسكرات القاعدة وتأطيره على مفاهيمها فقد يكون هذا المجند غير مقتنع بالجهاد العالمي في الابتداء ولكن بمجرد ما يصل إلى أفغانستان ويدخل معسكرات القاعدة يبدأ في التغير والاقتناع وكذلك استغلال أفغانستان كنقطة تدريب فقد يتحمس الشاب للتفاعل مع قضايا الأمة فيقال له إن أردت الجهاد في فلسطين فلابد من الذهاب إلى أفغانستان للتدريب أولا أو نحو ذلك وبمجرد ذهابه تتغير قناعته ويرى أن سقوط أمريكا يعني تحرر فلسطين بالضرورة وهذا يعني أنه تغير من المفهوم الكلاسيكي للجهاد إلى المفهوم العالمي ثم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وذهاب مركزية القاعدة ودطرار رجوع بعض أعضائها إلى بلاده يبحث الكاتب سبب تأخر الحملة العسكرية لسنة ونصف تقريبا منذ بداية 2002 حتى مايو 2003 والذي فسره المؤلف بحملة محمومة لترتيب الأوراق ورص الصفوف وجعل الأمر مركزيا قدر الاستطاعة وتهريب العتاد والسلاح ولكن قد بدأ الأمر قدرا عندما انفجرت قنبلة في أحد الملاجئ في شهر مارس 2003 وقتل من حاول تركيبها مما جعل الشرطة تكتشف المكان وما حوى من بيانات ومعلومات وأوراق وأسلحة وأموال وحينها لم يعد هناك مجالا للتراجع بعد أن كشفت الأوراق ثم أورد المؤلف أسباب ضعف القاعدة وكيف تقلص تأثيرها إلى أن وصل إلى حده الأدنى بمقتل قائدها الأخير الجوير عام 2006 ثم تحدث المؤلف عن وجود خلايا مختلفة لديها أمر عام بالعمل ولكنها منفصلة على أرض الواقع فخلية الناشري تعمل بشكل مستقل عن خلية العيري وعمل الأولى وتفككها أدى بالضرورة إلى التعمية عن الثانية إذ كان البعض يظن أن خلية الناشري هي القاعدة وبتفككها تفككت القاعدة ولا داعي للخوف فلم يأخذ بالاعتبار أن هناك خلية ثانية نشطة ثم تقلم المؤلف عن أحداث المواجهات وتسلسلها وتصنيفها الموضوع ولم يعتمد التسلسل الزمني بل الموضوع فصنف العمليات التي استهدفت الشرطة وحدها والعمليات التي استهدفت الأجانب وحدها وهكذا وعرض من بداية العمليات إلى انتهاء القاعدة في السعودية بمقتل قائدها فهد الجوير مطلع عام 2006 واعتقال المئات من أفرادها وأنصارها ولم يكن الكتاب محصورا في الكلام عن ظاهرة تنظيم القاعدة في السعودية بل تكلم كذلك عن الدور السعودي في الجهاد الأفغاني الأول من حيث الدور الحكومي إذ فاقت دعم السعودي للمجاهدين الأفغان المبلغ الذي دعمت به الحكومة السعودية منظمة التحرير الفلسطينية فمثلا بلغ مجموع ما حصلت عليه منظمة التحرير الفلسطينية من السعودية في نحو 14 سنة 992 مليون دولار بينما حصل الأفغان على 1.8 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط وامتد الدعم السعودي ليشمل الدعم المالي للجمعيات الخيرية ولحزب الاتحاد بقيادة عبد الرسول سياف وكان الدعم يمرر من خلال منظمتي الهلال الأحمر واللجنة الشعبية لجمع التبرعات التي أسسها حينها الأمير والملك الحالي سلمان بن عبد العزيز وسلم وزير الخارجية سعود الفيصل منظمة المؤتمر الإسلامي شيكا بمبلغ 21 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان وزاد عليها الأمير أو الملك سلمان مبلغا إضافيا بقيمة 13 مليون دولار لحكومة باكستان لذات الغرض وتعاون الدبلوماسيون السعوديون أيضا مع مكتب الخدمات التابع لعبد الله عزام فقد ساعد السفير السعودي في إسلام باد على نقل جرافة من السعودية إلى باكستان واستخدمت هذه الجرافة في بناء معسكرات التدريب في أفغانستان وقدمت الخطوط الجوية السعودية خصوما بنسبة 75% من ثمن تذاكر السفر المتجهة إلى بيشاور وكان التلفزيون السعودي يبث محاضرات لعبد الرسول سياف ونشرت الصحافة السعودية بعض البقالات المتحدثة عن كرامات الشهداء العرب الذين استشهدوا في أفغانستان ونفس الخطوات تقريبا اتخذت في قضية البوسنة وقد ذكرها المؤلف في مقدمة فصول الكتاب ثم تكلم حول القضية الأفغانية على وجه التحديد جغرافيا التجنيد ودور منظمات الإخوان المسلمين في التجنيد وكيف اتسعت رقعة المنظمين السعوديين إلى الجهاد الأفغاني منذ عام 1985 وما فوقها فالمؤلف هنا يتكلم بكلام إحصائي جميل أحسب أنه يغربل لك الكثير من الصور النمطية الخاطئة التي يتناقلها الإعلام بشكل مغلوط من أجل المناكفات ولأغراض سياسية ولكن إذا أردنا أن نتكلم عن المؤلف أو منهجيته فالمؤلف بدأ رسالته في الوقت الخاطئ في وقت كانت فيه القبضة الأمنية شديدة بالسعودية حول هذه المواضيع والذي يتكلم كان مصيره الاعتقال وكان هذا سنة 2007 والاحتكاك الدائم يؤدي إلى الفضفضة في الكثير من الأحيان فحتى إن لم يستطع القاعدي المعتقل الإدلاء بروايته بشكل مباشر إلا أنه يستطاع معرفتها من خلال وسطاء قد سمعوها منه مثلا أدلى بعض المفرج عنهم بمعلومات عن حصول انشقاق في فرع السعودية بسبب تفجيرات الوشم وما جرى بعدها من تداعيات فقد حكي أن هذا سبب انشقاق الرشود وذهابه إلى العراق وحكى بعض المفرج عنهم أيضا عن تراجعات مثل الشيخ عبدالعزيز الجربوع أو خلافات حصلت داخل السجن بين الشباب وبعض المشايخ كما نسب إلى الشيخ أحمد الخالدي أنه دخل في صدام مع جملة من الشباب وصل إلى حد المقاطعة حول تكفير أعيان الطائفة الممتنعة ونحوها مما سرب وشاع خبره بعد حملة الإفراجات عام 2012 على العموم المؤلف بدل جهده في تقص بعض الروايات في كتابه فتجد في بعض الأحيان مواضع يقول فيها إنه نقل هذه المعلومة عن إسلامي سعودي رفض الكشف عن هويته وشهود العيان هؤلاء لا يمثلون صناع الحدث الحكومة أو القاعدة وإنما طرف مقرب من أحد الأطراف وبالتالي قد يشهد بما رأى أو ينقل ما سمع إذا أضفنا إلى ذلك أنه مجهول فذلك يضعف من قوة شهادته عموما وكذلك نقل المؤلف رواية ضباط أمن سعوديين وكذلك ببعض الشخصيات الإعلامية أو الإسلامية سابقا مثل علي العميم ومنصور النقيدان وعبد الله العتيبي وأضرابهم ورغم استشهاد المؤلف بالروايات الشفاهية في بحثه إلا أنها لم تكن بغزارة صنيع ستيفن لكروى في كتابه جيل الصحوة إذ مثلت الروايات الشفاهية أكثر من ثلث ذلك الكتاب حاول المؤلف أن يعتمد على المصادر الرئيسية والمباشرة مثل مواد القاعدة الرسمية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة ورغم أن هيكلية عمل القاعدة في السعودية المتمثلة في شكل خلايا عنقودية جعل المعلومات محدودة لأنه لو ضربت خلية أو قتل أغلب أفرادها وهربت البقية أو أسرت فلا يوجد هناك من يعطي القيادة شهادة عيان تماثل وجهة نظرة القاعدة الإعلامية فلذلك الكثير من الأحداث قد سقطت سهوا في مجلة صوت الجهاد أو تكون ناقصة مثل ما حصل في أحد الاشتباكات التي وقع أحد المقاتلين فيها صريعا ولا ذا البقية بالفرار وأعلن في مجلة الجهاد استشهاد هذا الرجل ثم اتضح لاحقا أنه وقع مصابا لا قتيلا والاستدلال بالمصدر الرسمي أمر مهم وهذا ثغرة يسقط فيها الكثير أو بعض المحللين الذين يعمدون إلى مصادر وسيطة تشوه المعلومة أو تضيف إليها أو تحرفها فيقع الباحث في الفخ ويبتلع الطعم وينقل الخطأ كما هو ولكن كذلك ليست كل روايات شاهدي العيان دقيقة فقد ترى مثلا أن أحد المجامع السكنية التي أصرت القاعدة على أنه مجمع غربي يتضح خلاف هذا الزعم عندما فجرت واتضح أنه يوجد فيه مسلمون عرب وأحيانا القرائن تخون الشخص فليس كل مجمع سكني ذي حراسة أمنية مشددة هو مجمع يسكنه غربيون ثم إن الحقيقة التاريخية في بعض طياتها قد دفنت بموت أصحابها فبعض الوقائع لا زالت لم تحل ولم يعرف لها جواب من الطرفين سواء من طرف الحكومة أو قيادات القاعدة المعتقلة أبسطها مكان دفن بعض القيادات الذين قتلوا مثلا ترى القيادي فارس الزهراني الذي أعدم سنة 2015 يقول في كتابه الجواب المسدد الذي هو أجوبة على التهم التي وجهت له من قبل النيابة العامة وقمت أنا وفيصل الدخيل وفهد الدخيل وعواد العواد ونايف العوشن وخالد السنان رحمهم الله بالذهاب به إلى خارج الرياض في مكان لا يعلمه إلا فيصل الدخيل وخالد السنان حيث كنا مغمضي الأعين وذلك كإجراء أمني حتى لو تم اعتقال أحد منا فلا يدل على القبر وقد أتاني بعد اعتقال رئيس التحقيقات الأسبق اللواء عائد الحازمي ومعه عدد من الضباط منهم اللواء محمد بن سعد البقمي رئيس التحقيقات السابق الذي خلف الحازمي واللواء سعد الشهري رئيس التحقيقات الحالي والذي خلف البقمي وآخرون وقد أحضروا صورا لي وأنا أحفر قبر راكان السيخان رحمه الله وأيضا وأنا أدفنه كان الإخوة صوروها لتنشر فيما بعد وجعلوا يسألون عن القبر وأين هو فلم يجدوا جوابا لأني لا أعرف مكان قبره الصفحة 382 وعلى هذا فقص على العموم لدى الحكومة السعودية العديد من الوثائق والحصريات التي لو أتيحت للعامة لاستطاع الباحث أن يدرس ظاهرة القاعدة في السعودية دراسة صحيحة وقد عرضت الحكومة جزءا يسيرا من هذه الأمور الحصرية ضمن إصدار كيف واجهت السعودية القاعدة الذي نشر في ثلاثة أجزاء من قبل قناة العربية ضمن حملة لتمهيد إعدام قيادات القاعدة الذي تم لاحقا ولكن هذا نقطة من بحر وفي نهاية المطاف لا أظن أن السعودية تنشر مواد تطعن فيها وفي شرعيتها ولكن على الأقل لو تتاح للباحثين المختصين والمؤلف أسقط أمورا مهمة جدا لدراسة تيار القاعدة في السعودية وهي الخلاف مع بعض المشايخ حول العمل المسلح وهنا لا يعذر كون هذه النصوص منشورة معلنة ولكن للأمانة قد تعرض لجانب مصيط من هذا الخلاف الكبير وهو خلاف الجهاديين الكلاسيكيين مثل أبي عمر السيف الشيشان مع رؤية العمل داخل السعودية وهذا ما جعل القاعدة ترد عليه علنا في الأعداد الأولى من مجلة صوت الجهاد على العموم هناك من اعترض على هذه العمليات سواء في حينها أو لاحقا كمراجعة مثل الشيخ عطية الله الليبي إذ يقول أما الرياض فهذه بلا شك التفجير فيها ليس مما نسلم بمشروعيته وليس هو مما يرى مشروعيته أكثر أهل العلم والدعوة فهذا من الخطأ الذي نرده وهذا من التوسع الذي ننكر عطي الليبي مجموع الأعمال الكاملة الصفحة 1380 وكذلك الشيخ سليمان العلوان في رسالة حقيقة الجهاد والأحداث الذاخلية فرد عليه طالب علم وأحد أفراد تنظيم القاعدة في السعودية وهو سلطان ابن بجاد العتيبي في مقالة أغلظ عليه فيها بعنوان حوار هادئ مع العلوان وكذلك للشيخ سليمان العلوان فتوى الورنتل التي رد عليها الشيخ يوسف العيري في رسالة لم تنتشر كثيرا ويقول الشيخ ناصر الفهد أما المواجهة مع الدولة فقد كنت أنصح الشباب بالابتعاد عنها لعدم تكافؤ القوى ولأن الدولة ستستغل هذه الأحداث في تصفية الشباب واحدا بعد الآخر وستقوم بملء السجون منهم ومن غيرهم وقد حصل ما توقعته فعلا التراجع عن التراجع المزعوم الصفحة أربعة وأرسلت شخصية مقربة من الشيخ أسامة بن لادن رسالة تنتقد فيها العمل العسكرية في السعودية ضمن وثائق أبوت أباد وفيها إغلاظ في العبارة لذلك فأحداث السعودية ليست محل اتفاق بين الجهاديين أنفسهم ولو تأخر المؤلف قليلا في تأليف رسالته أو كتبها بعد أحداث الربيع العربي لربما توسعت واتضحت الكثير من الفجوات مثل تسريب كتاب الشيخ فارس الزهراني الضخم ولقاءات داود الشريان مع خالد الفراج خصوصا أن المؤلف أورد المعلومة الخطأ حول الفراج فقال إنه اقتحم مع مسلحين بيته عندما سمعوا بوجود الشرطة مما أدى إلى مقتل والده والصحيح أنه كان مع والده والشرطة عند اقتحام المسلحين وكذلك أدل الفراج بشهادة مختلفة في برنامج داود عما كسبه المؤلف عن والده فيما أذكر وشهادات بعض الناشطين حول رؤيتهم لمعتقل القاعدة بالداخل أو على الأقل عمد إلى تنقيح كتابه كما فعل صاحبه ستيفان لكروا في كتابه زمن الصحوة فمثلا ستيفان قد استشهد بكتاب أيام مع جهيمان لناصر الحزيمي وهذا الكتاب صدر بعد كتاب ستيفان لكروا بسنوات لا زال سد بعض الفجوات ممكنا حتى بعد إعدام العشرات من قيادي القاعدة سنة 2015 أبرز اسم ذكر في أحداث السعودية هو القائد سيف العدل ولزال هذا القائد حيا يكتب الأبحاث والدراسات ولا شك أن شهادته سوف تجل الكثير وتوضح الرؤية وتضع النقاط على الحروف وبالأخص أن هذه التجربة انتهت تقريبا في تلك البقعة الجغرافية وأصبح جل أهلها ما بين قتيل ومعتقل محكوم عليه بسنوات كثيرة فأعتقد أنه لا ضرر من كتابتها والله أعلم وكذلك أبو حذيف السوداني المذكور اسمه في الكتاب صفحة 205 والذي تزعم عملية استهداف مطار سلطان العسكري والذي ألقي القبض عليه في نهاية المطاف فقد أفرج عن أبي حذيفة بعد أكثر من عقد قضاه في السجون وهو الآن حر طليق في بلاده ورغم أن هذا الأخير كتب خواطر سجونية ولكن لا علاقة لها بالشهادة التاريخية وختاما هذه أفضل دراسة كتبت عن تنظيم القاعدة في السعودية ولدراسة التيارات الإسلامية في السعودية يفضل أن تقرأ هذا الكتاب بالإضافة إلى كتاب زمن الصحوة الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية لستيفن لكروا بالإضافة إلى أول فصلين من كتاب حتى لا يعود جهيمان وهما لستيفن لكروا وطوماس هيجامر وأضف إليهم كتاب الإسلاميون والإصلاح السياسي في السعودية للدكتور منصور الشامسي وكل هذه الكتب هي في الأصل رسالة دكتوراه باستثناء كتاب حتى لا يعود جهيمان وكتاب الدكتور منصور الشامسي كتب في بحث دكتوراه بجامعة أكستر البريطانية ومعروف أن هذه الجامعة تتزمت من ناحية أسلوب البحث العلمي عند كتابة البحث من حيث المراجعة ودقتها كما يفضل أن تقرأ هذه الكتب دفعة واحدة لأن كل واحد منها يفسر الآخر بالإضافة طبعا إلى كتاب أيام مع جهيمان لناصر الحزيمي هذه الكتب تعطيك خلفية جيدة عن التيارات الإسلامية المعارضة في السعودية وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين